من أعظم البصمات ما كان خفياً تقياً لا يعلمه إلا الله عز وجل هو أبقى وأنقى للإنسان لذلك دائماً للإنسان عندما يعمل بصمة ليكن همه ليس أن يذكر ولا أن يشهر ولا أن يشكر ولكن أن يؤجر ثمة بصمة تسمى حرك أصابعك فقط أعطيك أنا باستجربة بسيطة لو أنا عندي برودكاست إيجابي أو أي إن كان أرسلته الأثنين الأثنين أرسلوها الأثنين بيالي تضرب اثنين في اثنين اثنين هذا اليوم الأول ايوا في اثنين هذا اليوم الثاني بدون يساوي خليها ضرب ضرب على طول ايوا في اثنين هذا اليوم الثالث ايوا في اثنين اليوم الرابع الاثنين هذول أيضاً أرسلوها الأثنين اليوم الثامن تاسع عشر عشرون يوماً واحد وعشرين يوم اثنين وعشرين يوم طيب كم عندك ما كملت شهر كم طلع عندك الناتج المجموع 4.194.304 لاحظ 4 مليون لو كملنا بقية الشهر سيتجاوز مليار وشوي تخيل لو هذه الرسالة كانت غيبة أو صورة ماجنة أو بدعة أو حديث لم تتأكد من صحته أو فيه سبه لأحد أو لقبيلة معينة أو حتى لنادي تشهير في لعب هذه إذا انتقلت وكل واحد من أصحابك أرسلها الواحد بس تخيل بعد 25 يوم وأنت نايم في مرقدك أو لاهي أو ربما تصلي أو ربما في الحرم عندك 40 مليون سيئة لسبب رسالة أرسلتها تأمن لو كانت العكس نشرت الجميل والمليح وتركت القبيح ونشرت الخير وأنت في قبرك وهذه العداد الحسنات يجري بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر